من وجهة نظرك التشكيل اللي ممكن يلعب يعني هو على حسب اللي خاده من وجهة نظري في المباراة اللي هنا طبعا محمد الشناوي يبدأ أكرم توفيق يقدر يلعب ناحية اليمين ناحية الشمال أنا دايما بحب أبو الفتوح أبو الفتوح عشان هيهاجم أكثر أيمان أشرف ومعايا حجازي أتنين ديفندرات أيمان أشرف ولا الوينش لا أيمان أشرف لان انت بتتكلم على سر دباك نحية شمال انت بتتكلم في مصر انت عايز تتكلم على واحد يرعب نحية شمال انت بتتكلم في مصر ليه لان انا ابو الفتوح عاوز يزيد قوي فايمن اشرف يدخل تالت مكانه في الباكليفت يعني احيانا لما انت بتزيد ممكن ابو الفتوح عنده الحتة الهجومية عالية قوي فايمن اشرف ينزل كتالت هو وحجازي حجازي يميل عليه ويدخل اقرم توفيق شوية ولو العكس صحيح يتعمل علشان كده اي من اشرف ممكن يطلع اكتر في الشمال حجازة ولا يطلع اكتر في الجميع الاتنين طريق حامد ومعه السلية السلية التلاتة اللي قدام طبعا محمد صلاح ومصطفى يعني انا ورمضان صبحي وعبدالله يعني انت وصلت للامثل في التشكيل ده ما عندكش احسن من كده المفترض ما عندكش احسن كده عندك بقى الهجمة التانية ايه 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 السيناريو الاخر لما تيجي تعدين اربعة تلاتة يعني فيه ناس بتقول هو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة وبالتالي حيلعب بتلاتة دفندرز في وسط الملعب نيني وسلية وطارق وصلاح ورمضان ومصطفى محمد اه ممكن لكن وعبدالله يلعب في اوقات معينة يبدأ كده ولا يبدأ صراحة اوقات نظري وهو في نقطة هنا انا من وجهة نظري طالما ما خدش افشا يبقى هو هيلعب بالتلاتة زي ما انت بتتكلم يبقى عنده واحد من الاتنين يبقى برزي عبدالله لو غير بيه يبقى مش هيلعب عبدالله يبقى يلعب رمضان ومصطفى ومحمد صلاح لو يلعب اربعة ثلاثة ويحط زي ما انت قلت واحد ثلاث في وسط الملعب لكن انا بتكلم فرقة ليبيا بتلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد لكن لما تجيها تلعبها هنا هتطبق اربعة واحد اربعة واحد عندها الحتة الدفاعية عندها عودة سريعة قوي عندها لعبين خبراتهم علي على فكرة المنتخب اللي بي عنده اكتر من لعب بلعب خلق في انجرترا بس في اندية تلتة ورابعة وحاجة لكن خرجوا وبيلعب في البرتغال وبيلعبوا في حتة كتير قوي فالمنتخب اللي بيعمل تفرق كويس لو اندك لبت المعتصم بيلعب في البرتغال اعتقد البرتغال اه لعيب كويس من اللعيبة السريعة القوية بس شوف اهم ما في الموضوع عندهم الملعب بتاعهم هو ده هم اللي يواخدين عليه انت عارف لما اول موتش لاعبه توقو كسبه في اخر دي مقدرش يقف وتوقو وما قدرتش توقف في الملعب عصو الملعب انت بتتكلم على كمان مساحة قليلة انت شوف يا كابتن اسلام لو جبت من ال 18 اصغر مساحة في الملعب الرسمي هم يعني هم عاملينها فكرتين الفكرة الاولى انك انت تجيب المنتخب اللي طول عمره بيلعب على نجيل طبيعي فانت تجيبه في فترة والمباراة قريبة يعني انت الفكرة في ايه الفكرة ان انت ما تقدرش قبل ما تلعب مباراة على في مصر هنا تلعب على نجيلة وانا رأيي انك انت ما تقدرش تعمل تمرينة قوية على الملعب الترتاب هتجهد مجهد لانه هيبقى بعد 3 يام عندك سفر وعندك يعني الفكرة كانت حلوة منهم يعني ان هم ياخدوك على الملعب الترتاب هم بيلعبوا ده ملعبوا هم بيلعبوا على الترتاب اه ده ملعبوا ولكن الفكرة كؤسة علشان كده كان وجهت نظر انك انت تتأسم الاختيارات على المباراةين ما تشتغلش مباراة مباراة انت اشتغلت من وجهة نظر تشتغل على المباراة الاولى ما جابش المباراة التانية خالص ما فكرش فيها مباراة التانية صعبة وصعبة للقاية طيب المنتخب اللي بي حضرتها بتقول 4-1-4-1 اه هنا لكن هو بيلعب 4-2-3-1 المباراة اللي بيلعبها على ملعبه ولعب المباراة اللي بره اللي كسبها في الاخر 4-2-3-1 لكن هو كان بيبدأ 4-1-4-1 وهي 4-1-4-1 هي كابتن اسلام هي مشتقة منها 4-2-3-1 هي العملية بينزل واحد من الاتنين تحت من الاتنين الديفندرات وده بينزلوا التلاتة اللي موجودين فبيبقوا أربعة والرأس حربة بيبقى متواجدة هم أقرب للناحية الهجومية ولا للناحية الدفاعية المنتخب الليبي المنتخب الليبي على ملعبه وهجومي شارس قوار سابتة صعبة جداً بياخد فولات جاء دايماً على الثمنتاشر بيعمل حاجات اللي هي فيها عارف اللعب الإنجليزي بتاع زمان الكيك أندراش إنك إنت تحطها قدامه وتعمل الضغط علشان الملعب ما بتعرفش تتحكم في الكرة شوية في الترتانة بيكلمك على هناك لكن هنا هيعمل هيسيب لك الملعب خالص ويلعبك في التلاتين متر الأخلانيين هو دايماً بيعمل كده يرجع في التلاتين متر الأخلانيين وبشتغل على السرعات عند الطرف الشمال والطرف الليين